فوتكان والذين تعدد فيه عن الفوز المهم أو بالأحرى تأهل منتخب الوطني إلى الدور الثاني من نهايات كاسهم من إفريقيا بعد الفوز بهدف للصفر أمام منتخب السينيغالي يرتقي المنتخب الوطني إلى ست نقاط يرفع رصيده إلى ست نقاط بعد الفوز أمام كينيا في المباراة الأولى بثنائية نظيفة في هذا الجزء يحضر معنا ويلتحق بنا الإعلامي ريدا عباس مرحبا بك ريدا مرحبا بك وليد ويعطيك صحة الاستثافة نعود ونقول لك البداية للبرنامج نعود دخول رضا في الشوطة الثانية نعود ونقول لك البداية للبرنامج أعطينا رأيك في فوز المنتخب الوطني والأعبر على الفرحة تياك بهذا الفوز نحن نرى تحية خالصة للمدرب الوطني جبل بالماضي وتحية خالصة لأعبين وتحية خالصة لكل أعضاء الطاقم الفني وحتى الإداري اليوم كنا نهضره في البلاتو وليد كنا نقوله بالمنتخب الوطني بحاجة إلى مباراة معيار ماشد ريفيرانس اليوم أننا شفنا هذا الماشد ريفيرانس شفنا المنتخب الوطني حاضر دهنيا نفسيا بدنيا طاكتيكيا في كل الجوانب لم يترك ولا صغيرة ولا كبيرة للمنتخب السينيغالي اللي كان مدجد بنجوم التاعو بقيادة صاديو ماني اللي كان متعطش باش يلعب هذي المنافذة الإفريقية لأنه ملعبش المقابلة الأولى اليوم ما شفنا نيصاديو ماني حتى في الديفع ما شفناش كوليبالي ما شفناش دابيتي ما شفناش نقاعي ما شفنا حتى لاعب لأنه كل المنتخب حتى اليو سيسي صح ما شفناش اليوم شفنا إن ضيباط تاكتيكي فوق عرضية الميليات شفنا هذي كلا كرينتا اللي فقدناها عندنا مدة اليوم شبهت هذه المقابلة بما عشناه في مونديال البرازيل 2014 شفنا لعبين اللي كانوا حابين يفوزوا وكانوا حابين يبرهنوا أنهم موجودين قليل قلم من 2014 اليوم ما شفناش مباراة قوية كيمة تعالى بارك الله فيك اليوم نقدروا إحنا كصحفيين وحتى كأنصار والله نقدروا نردوا هذيك الشعار الشهب يريد لكوبدافريق لأنه صح أنه ضمننا اليوم التأهل لكن بالأداء التي عنا وبالعزيمة التي عنا وبالإصرار بالإصرار تعالى اللاعبين نقدروا نوقفوا أمام ناب بورتكاليكي لكن تعرف اليوم بالماضي وش قال بعد المباراة قال رغم الفوز أمام منتخب السينيغال إلا أننا ما زال ما لبسنا الشتوب الباطل وقال أيضا أنه الفوز أمام منتخب كبير بحجم السينيغال هو أعتبره وقال كان بالنسبة لي تلتينيقات فقط لأنه وش رأوه يستنى فينا ما زال صعيب بزاف بزاف على وش لعبنا هو هو قبل المقابلة ترجم هذا التفاؤل تاو والإيرادة تاو والثقة تاو في النفس ترجمها ومدها اللاعبين تاو اليوم في خلاص المقابلة يروتورو كارب باش اللاعبين يضعوا على اللاعبين أقدام تاوهم حتى عطال سمعت أيضا عطال وشخاص سمعت جاء تصريحة لأخي اليوم المدرب الوطني حبيبين هذو اللاعبين أنه المشوار ما زال طويل مش هي اليوم ربحنا السينيغال نقولوك ده لكن احنا كإعلميين ولا كأنصار من حقنا الآن أننا نطمح لأنه الطموح أو مشروع في لعب الأدوار الأساسية في هذه البطولة ما تنساش بلي اليوم بارك الله اليوم هذي الواجهات تاع الدورة 32 يكاسوا من إفريقيا لحد الآن هذو المقابلة الكبيرة والقوية بين المنتخبين كبار يعني كنا هنا حضروا البارح في مام البلاطو وقلنا بلي في الفتيران كانت تمنمئة وثمئة 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 وخمسين مليون أورو تلعب يعني اليوم شوفنا التي جاء في المنتخب الوطني سامير حوحون عاود نولي لك نقدر نقولوا تأهل المنتخب الوطني الجزائيلي للدور الثاني فهذا الطبعة اللي فيها 24 المنتخب ما شي هو التأهل في وقت سابق يعني تتأهل مباشرة تلقى روحك في الكارت فينال اليوم كين مباراة قبل منها حتى تتأهل عندك ثوم النهائي يعني المهمة هتكون لي أصعب أكثر لا هو سيفري راح تعد مقابلة مقابلة زيدة أكثر ولكن وليهم يعني وشي لي جابي هو الأداة على الفريق الوطني ونسق تصعدوا فيه وننظم المقابلة الأولى الأداة بغض النظر النتيجة على المقابلة الأولى الأداة على المقابلة الأولى هو ليعطي ذلك ثقة للعبين باللي قادرين يمدوا خاصة كما قلنا من ناحية الانضيبة التاكتيكي اليوم زدنا شفنا قوة أكثر من ناحية لدينا لدينا لديوال كونترين تريغرون ديكيب تالسينيقال كنا من في كونتراتاك كنا ناطاكي وبعدد أكبر وكنا قادرين نسجدوا في عدة مناسبات يعني هذا الشي النفسية تألا بين والإيرادة القوية للعب بها في المقابلة هذه شكرا لك زهر جلو نعود نولي لك يعني وش رأيك في تصريحات يا جمل بالماضي اللي يقول لك رغم هذا الفوز ما زال ما لبسنشته وبالباطل ويقول لك حتى يعني السينيقال اللي يقع راوم يتكلموا عليها بالنسبة لي مجرد ثلاث نيقات فقط والله هي تصريحات فيها كثير من التواضع فيها كثير من التواضع بدأت اللوميتي بدأ يدخل لها صجاس تستدير ولا في المقابلة كما قريضا رسالة اللعبين لا بأكد نعم في تصريحات المدرب دائما عنده رسالة اللعبين دائما وهناي شاطر سيريدا عندما يقول لك كما يقول لك احنا ما يفوقا هذا الفوز هذا كما يقول لك نطمحوه ولكن نحن ربحنا إلا مباراة ونحن تأهله ونفاجيره ماش بار ماش وهذا المساج حتى يوري اللعبين يقول لك احنا ما زال ما وصلنا انا حبيت نقول لك شي اخر هو هذا الفوز ماذا يعني ماذا يعني ماذا يعني ان الجزائر حاضر لاني ما كانتش متخب بتاعنا ما كانش مرشح من الفرق المترشحة لنيل هذا الكأس اليوم كل المنتخب لحليل عبدالجزائر حيعمل له الف حساب هذا الشي الاول والشي تاني بكل تواضع وبكل موضوعية من بداية الى اليوم احسن فريق من ناحية التكتيكية او من ناحية التنظيمية او من ناحية الفنية او من كل اداء هو فريق الجزائري هذا كم يقول لك انا حساب الرأي تاعية اليوم المنتخب بتاعنا ما لازمش يدخلوا هاداك الغرور هذا هو الكلام المساج يحب يجوزوا بالماضي للعبين ما لازمش يدخلنا الغرور لازم نحطه الجو في الارض وما زال مشوار طويل اليوم عدنا 24 منتخب ما تنساش عدنا كتب النهائي رب نهائي في الماضي كنا كنا تكلمنا عليه البارح او قال لك قال المنتخبات محسوب المنتخب صغير ومنافزة الافريقية تحترم على جميع المنتخبات ثاني وكان قال باللي قاعد المقابلة راح ينتظرها الجاميع قال الناس راح تشوف هذه المقابلة وهي تبقى مجرد مباراة ثابتة ليست مصيرية ولكن هو ثاني بشي نقص الضغط على اللاقي بنتواه دوك اوتوماتيك ما لجوار شفناه رغم الفوز اليوم بقابل الماضي شد في كلامه لانه شخصيته كنا تكلمنا على الشخصية اللي يتمكن اللي عنده بالماضي هي اللي خلاته باش يوظف هادو اللاعبين فوق الميدان وباش يلعب طريقة ايجابية خاش لانه شفت للشوط الثاني ما تنساش باللي من المنتخب جزائري متغاير بارادة بلا غرين طاب بقوة بالفيزيك اللي شفنا به كم المقابلة لانك تكمل مقابلة تسعين دقيقة بلممريك هالي تاني حاجة كبيرة ما يسهل انا نقول والله العظيم البرافول المنتخب الجزائري نقول لها نقول لها ريضا عباس لي تخلده زيامي طارة وجيب يقاو عندو معلومات ربما ما كترب منها نعطيك نعطيك ما عشتو في المنتخب الوطع من خلال التغطية اللي كانت عندي تغطية متواضعة بس اناعطيك انا في دومي كنز اللي احتضتناها غينية الاستوائية من تم بدأ المنتخب ينهار نحبول نكره بعد المونديال تعل برازيل ويندرنا دورة من نوع الراكي نكمل وليد في الدومي الكنز بدأ ينهار المنتخب الجزائري في الدومي الديسات نقوله 70% نهار لأنه أنا شفنا الخروج تاعه في الدور الأول بعدها ما عليش مش نعطيك على الأسباب سامير يعني نقولك باللي نعطيك الكرونولوجي المنتخب الجزائري في دومي الديسات سيبون دومي الديسات بعد انتخاب بعد تعيين بعد تعيين زدشي كرئيس الانتحادية في عشرين مارس 2017 شفنا باللي كانت أعمل مبرمج لتحطيم المنتخب الجزائري من طرف شكوك من طرف أعضاء المكتب الفيدرالي ومن طرف بعض الأشخاص المقربين وشفنا هذاك بايين العار ما عليش هذا رايك تفضل نعطيك رايي هنا ما عليش هذا رايي ما عليش خليه بعد ويهبر ما عليش خليه بعد ويهبر ما عليش هذاك بايين العار هذاك تعلي بروفيسيونال اللي يزعفوا منها محرزوك داش شفيت لولا ما شفيت لولا هذاك دخل الشك في نفسية اللاعبين جزائريين ولينا نلعبوه بدون روح اليوم في هذه المباراة أنا صدق لي أني نهضر لك حويج لو كان مربحناش درنا زيرو زيرو حتى لو كان خسرنا ولا أغير نقولك بالماضيين جحف المهمات تاو أعاد الروح للمنتخب الجزائري شفنا بين اللاعبين ويطاكلين وشخوا المهابل فهمت شوف شو أرمنها منها بونجاح لو كان شوف بونجاح لو كان جاولنا الأوروبيين في مصر بل يديروا عليه دراسة سيد معياش شير رأم جاول الأوروبيين داروا يديروا عليه ديران قرومات لا لا ريدا باش نقول لك أبو تيريكا اليوم قال يعني يشوف نابل المنتخب الجزائري يلعب واحد لقيتها لياه عالية حتى نابل معلول اللي كان في المنتخب تونسي قال بالليلي أبهرني الأداتها وحتى في تونس في البطولة التونسية ما يلعبش بالأدات أدات بطوني اليوم أنا شفنا الروح تاعد المنتخب الجزائري اليوم شفنا باللي اللاعبين يلعبوا من أجل المنتخب الجزائري لماذا أبهرني أقول لك لا تشوف بأن المقابلة السينيغال كانت المنتخب الجزائري قبل المقابلة هذه نحن قلنا بأن المنتخب الجزائري سيأخذ مقابلة كبيرة لأنه لبنة سيلاعب مع المنتخب كبير من البكري والجوار التونسي كل عندهم ميني راكسون ميني راكسون ميني راكسون بلعب ثلاثين جوال حبوا يأكلوه هذه ترجع ترجع كما قلنا ترجع لتأثير المدلة في اللعبين بسكسي الإمام جوار لا حتى اللعبين سمعني سمعني الإمام جوار ولعبوا دي كمبيتيسيون كما هذا لم يكنوا شيء يديروا هكذا هني معك هني يقول لك سي التأثير ماشي غير له سي الإنفليونس سي أو يقول لك بسيكولوجي دي سبور الجوار رفلت الكمورتمان سونا طينار كي عود مدررتك حار ويزرع فيك ذلك الروح القيتالية شفنا اليوم يعني لعبين اللي كنا جام يشفنا ميديفونديو وهو باعترافات المدربين تاهم كي معنا بالليلي في تونس ولا محرز ولا شفنا اليوم يعني روح القيتالية خارقا لهذا حتى المنتخب الوطني الجزائري وزهر جلولي عرفها جيدا في الفترة التي كنت فيها أنت مدرب مع ربح سعدان المنتخب الوطني الجزائري نقطة القوة تاعه حتى لما يكون عنده مشاكل ما عندهش فرضية ربما هذك الروح القيتالية هي اللي جيب نتيجة دايما في المنتخب الوطني والله والله هذا الفريق هذا فكرني في المنتخب اللي كان عندنا احنا كانت عنده هذك الروح الوطنية كانت عنده الروح المجموعة كانت عنده روح إرادة والله اليوم بلك الزملاء كانوا معي نشوف أنا قاعد نشوف المباراة وعقلي راح بعيد بسكا عود فوليت سنوات سنوات الوراء لأن اليوم المنتخب التعنا أعطى درس أعطى درس للمنتخب السنغالي وعليش لأن تول مونت يستطيع قائع المتتبعين الفريق الأوروبين كانوا مرشحين بالسنغال هي اللي تفوز اليوم وحتى مصدع الجزائيين كانوا يرشحوا السنغال لأن اليوم السنغال كانت كما يقول لك راهي في المستوى وين أفضل فريق يعني ما تخبرش ما تخافش منه ما كاش كيفاش اليوم السنغال عندما بدأت المباراة وشاف ردد الفعل تاع اللعبين تاعنا اليوم شفنا فريق واحد قلب واحد راجل واحد كلهم يدفعوا وكلهم يهدموا اسمح لي زيت شيء تاني أتفضل أنا شوف شحارو احنا نعرف ومحرز شفناه في السيتي شفناه في الجزائر شفناه في كون ديوميل ديساتي والله شوف هال المباراة الاولى والمباراة تانية خاصة المباراة تاع اليوم يفكرني في ريوباشك يبدأ يكون الحشيش هداك هاو يشاله كتر باندوس شوف يا سبحان الله اليوم المحرز من ناحية الدفاعية والله يشوف جويت يشعبك جلول لا لا اسمح لي بك معلش فضل الليقاش لو مفتيوح بالناصر بالناصر اللي كان رجل مباراة اليوم كان رجل مباراة في كينيا وكان رجل مباراة اليوم قبل المقابلة بثمان سوايا كان مريض عم تديسان جوارا ومحمد سامير ما مجلول هنطريني وكدا كان مقريبي فورت قريب دخل اصر هو باش يلعب ما قريكو العطيبات سبحوله اصر هو باش يلعب ودار ان قروم ماج عباك ان ريكوبراتور ديفون بيبالكش مليح بصح العملي كان يقوم به في الفواسط للميدان الدفاعي وحتى كان يريليير مع الهجومات باش يتحول من الدفاع الى الهجوم اسمح لي هنا يبين الروح القتالية وحب المنتخب لانه بكري هذا في 2015 و2017 كانوا يلعبون نجوم كان نجوم يلعب بالنسبة لنفسه هو درق هذه النجومية كلها اليوم لا لا محرس ولا يلعب هذه النجومية يعني اليوم اللي لعب في السيتي ولا في الجزائر كيف كيف هذه النجومية كل اللعبين ذابت من اجل مصلحتها المنتخب الجزائري وكيف واحد تشوف في الماتش في دي سيكونس و الراونا براهيمي كان في البون يأكل فيه روح ولا شفيت براهيمي براهيمي لعب بورتو لي نرممود يقول له خدم الدكاء تاعك بارك نزيد نتابع رأي خامس يعني بعد ما سمعنا أرأكم اللعب الدولي السابق زارابي في هذا التسجيل اللي بعته هنا خصيصا الحصة فوت كان عبر قناة البلاد لنتابع السلام عليكم تحياتي لكل جمهور الجزائري حصة تسعين دقيقة كان مبروك علينا الفوز عبدالنشط الأول كان تخوف من الفريقين واللعب بحذر رغم أن الفريق الوطني كان الأقرب للتسجيل إن شاء الله كان دخول موفق للخضرة في تحكم الكرة وتجهزته بهادف جميل من البلايلي قوة المنتخب الجزائري اليوم شفنا عند التحكم في الكرة بالتمرير القصيرة واللعب على الأطرف إن شاء الله الفريق الوطني يذهب بعيد إن شاء الله في هذه المنافسة لما لا التتويج بكاسي فريقيا إن شاء الله اليوم شفنا وسط ميدان محارب مع قديورة اللي كان ننتقد من كثير من الجمهور ومن كثير من وسائل الإعلام عند الاستدعاة نظن اليوم قديورة برهم بأن ما زال يقدم الإضافة للفريق الوطني في وسط النيدان بالعمري كعادته كالمحارب على الأطراف اليوم شفنا باللي ما صعدوش دفاعيا كانوا بومال من هجوميا كانت رغم الحرارة رغم المنافس القوي منقدر نقول بالليUD اليوم الفريق الوطني عملوا الواجب بهذ الفوز و痛منا والخير إن شاء الله في المقابلة القادمة وعدنا البوندوتوش اللي راح يستعملوا في المقابلة الثالثة راح يستعملوا بها المجموعة الروح القتالية اللي عادنا إن شاء الله نظن الفريق الوطني ان شاء الله راح نعودوا بالكاس إن شاء الله سلامي الجميع تحيياتي خاصة و Utah عائع خاصة من برنامج فوت كان إليك زربي التسجيل كان مع الزميل عبد الرحمن بالعالية اللي راهو مشكور أيضا نعود نقول إليك سامير حوحو يعني قلت لك زدنا سمعنا رأي خامس الكل يعني متفائل بمستقبل هذا المنتخب الوطني في هذا الضورة راهو زربي اللي راهو زميل وصديق يعني مخدر شي جينا لكن بعتنا التسجيل عبر الفيديو تحليل منطقي تالي عبدولي سابق يعني ألخص يعني وشكي وش صرف المقابلة مرة أخرى أنا حبيت نضيف أحد نقطة كينادرو على الالتزام تاكتيكي تاكتيكي تاكبيتان المحرز باش يقود المجموعة باش كمحرز ستان جوار تيميد يعني ما تسناش راح يعيق في التيران ويقود المجموعة ولكن باش يقوم هو بعد بالأدوار تاها الدفاعية اللي أدوني لأكزمبل باش الفارغ كامل يقوم بالأدوار تاها خاصة يعني الدفاعية هو يدوني لأكزمبل نظرنا نيطان كابتان لازماته يعني يلتزم بالأدوار يعني خلاته تيقى ولا نقول لك نقول يعني سن بوان شوز يخملها المدرب نقطة أخرى يعني في انتظار أنه في حصة تسعين دقيقة كان اللي تعود عليها الجمهور الرياضي بداية منها أو بعد المباراة الأخيرة اللي يحضر فيها بيشار يتكلمنا على التحكيم اليوم يعني شفنا المنتخب الوطني خاصة في الشوط الأول كان مقلق بزاف مع الحاكم كيفاش تقيم يعني أولى ربما مش هتقيم لي تحكيم لكن تقول لي كيفاش كان تعامل لعبي المنتخب الوطني مع الحاكم شوف قبل المقابلة كانت بعض المصادر من المنتخب الوطني حاكم سيكازويلينزيدون ذكره في المنتخب الوطني المدرب الوطني خصص أكثر من 20 دقيقة وهو يهضر معه اللعبين قال لهم اي في تيو لحضره مع الاربيت اي في تيو أنك تدخل في اللعب معه هال الاربيت ولو أنه اليوم طيلة 90 دقيقة كان طريق اونت طريق اونت أنا بالنسبة لي حاكم يعني النظرة تيائها كإعلامي كان الحاكم في البستاوة شوف النظرة تيائي كإعلامي ورأيي الحاكم تريد 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 زونت شوف ديفوان بدعبك حنا ديزانجيرين تحمسوا ديفوان طاقي يمدلو كارتو وعدها شو بدعبك بس حكي تعاود تعاود اللقطة تلقبل عنده الحق نقول لك حاجة ياخي صاديو ماني في الدوزيان الميطان كان قادر يصفر الوين بيناتي ولا لا لا كان قادر إذا بسرعة تشاطرها الرأي ولك شو واحد عنده يعارض كان قادر كاينا كاينا لا لا كاينا ضرب الجزة مش كان قادر لا 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 أسابيه لا لا كاينا ولا كاقادر كي فنحو العاطية فاهرة لا لا يا شكا كاينا كاينا الزغطة اللقطة اللقطة المم كاينا ضرب الجزة بسكو ماني دالة بال بسعم عنيش حنا في مسلحنا مصفرها ناش كيما ديفو وعدنا دي بينالتي ما يصفروا ناش مش كارل كدا لما تفضل إلا عندك إضافة ماذا سيراش تيب؟ لا لا سيراش تيب لا تقول ليش لاعبين أعطاء كما قال ريضا بالك بالماضي أعطاء تعليمات للاعبين باش ما يتكلمش ولكن اليوم شوفنا بو نجاحوا بالزباني تكلموا بالزفع المدرب ويستهبوا بكارطة ونقم على الحاكم وأنا حبيت نقول باللي يتفاداوا هادو الأخطاء تقليدين منذ بداية المقابلة ونقوم بالضغط وحجم مباراة سينيقا ولكن يجب نتفاداوا لأنه هما ملزمين لأنه في النيفوه دا في المستوى دا الحكام تغلط تربيدين برد الكهرب شكرا لك خزروني بقانيش بزاف الوقت نشوفوا هاد الفيديو لنجم برشلون عثمان ديمبيلي اللي تلاقى مع أنصار المنتخب الوطني وكانوا هاد تصريحات لنتابع موسيقى 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 نحن 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 نشاهده مباراة تنزانيا مع كينيا قبل ما نقول تعليق ندير برك حاجة تلان سيقونت عن ما تلعب على المستوى العالي كما قال الزملاء ما كاش هدي تحضر بهاديك اليد ومع اللي زاربيت هدينا ماما هدينا ماما سيسي سيبون جوزوها احنا كما يقول لكي يفو لازم نرفع المستوى ولا هده انا نقول كما العربيت اليته طريد تريد انديجون معنا كان معناه ولا حضر كوريك لا رأينا يا ماتش لا ترى شكرا وعلى دنبلي نظر نحن نجم من نجوم الكرة العالمية ونظر أن كل أناس الجزائيين كانوا فرحانين بيه وخدو صورات كما يقول لك تيت كارية وحنا تيت عندنا نجوم محرز وعندنا فغولي وبرهيني شكرا لك زوهر جلول مشاهدين الكرام نختم هذا البرنامج نتابع مباراة طنزانيا أمام كينيا لحساب المجموعة الثالثة التي تضم الجزائر والسينيقال أيضا يلقاكم زميل يوسف مريب عيف في حصة 90 دقيقة كان مثلما تعودتم عليه صارت كل يوم إذن قبل الختام نتابع أو نمر إلى هذه الأغنية للمنتخب الوطني ونشارك الفرحة فرحة عفوا أستبغى الأحداث تتوجه لما لا إن شاء الله إذن تأهل عفوا المنتخب الوطني للدور الثاني من نهايات كاس أمم إفريقيا في أمان الله يا مومي الله رشيد سيالي في كل مكينة احنا مدامينا وعنا منعالي في كل مجنب العلية شكرا للمنتخب الوطني للمنتخب الوطني للمنتخب الوطني لدينا